يعملوا ضغط ضغط بشكل هيل حقيقة فرقة زي ما قلت لك أولا عندهم وسط ملعب مميز جدا 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 بيلعبوا كرة الحقيقة بانتشار كرة سهلة جدا وبانتشار الحقيقة وفرقة هي مش فرقة جامدة قوي بس اشان الناس بتفهمناش غلط لكن هو يعني يا مغلوبة من اثيوبيا في تصوات كاسة عام 2-0 لسه حالة يعني نتكلم على مبارات النهاردة لكن اه لكن في مبارات النهاردة هي دي أول فرقة نعبلها عندها كرة بالزبط يعني عندهم مدرب فيه فيه جمل بتتعامل داخل أرض الملعب ازاي بيدغطوا ازاي بيقفلوا هي هو ده اللي اتكلم فيه واحد وزا ما قلت كمان ده فيه كمان هما بيعملوا مثلا لعبة اللي هي الاختراك اللي في العمق دي اعتقد ان قراروها النهاردة في مورا مش أقل ما عاشها مرات حياتة انهم يحضروا في وص الملعب وبعدين يعملوا اختراك وضربوا بها خط الدفاع اكتر من مرة يعني كانت حسب التسلل وفي مرات الحيات حسبت وهي ما كانتش فيها تسلل تلعب الكورة احنا نايمين ده خط الدفاع طبعا بجابه الهدف الاول واحنا نايمين جابه التالي مرضه واحنا نايمين والتالت يعني احنا حقا عكس احنا النهاردة ما ارناش الفرقة دي بشكل كويس اعتقد يعني ان الجهاز الفني شكله مراش الفرقة بشكل كويس وفي نفس الوقت تحس ان احنا حتى لعبتنا ما فيش احترام للمنافس بشكل ان احنا فعلا لا ده احنا جبنا جول وهنجيب التاني والتالي 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 كان حريص على حاجة يعني ده حتى اللي كان يعني كل الناس في الاستدرات التحليلية بيقولوا ايه الخمسة ستة اللي موجودين هو حريص على انه يهاجم من اول عمل تبديلة كده يعني فيه ناس كانت بتنزل في الشرط التاني اللي انزلها في الشرط الاول عشان يكسف هجوم علشان من اول المباراة يقدر ياخد المبادرة يحرز هدف واثنين وثلاثة في خلص المباراة بدري فالناس كتير اوى قالوا معتمد بشكل كبير جدا وحتى كانوا مقتنعين بالتشكيلة وهم خوبرة في كرة القدم طبعا انا عارف ان الكلام هيتغير بعد كده هو ركز اوى على المجموعة على الخمسة ستة زي ما بيحصل كده في برشلونة الخمسة ستة اللي حيلعبه قدام بس نسي خالص نحوارين الاتكاز المفروض بيركزوا اوى في موضوع الدفاع خط الدفاع بتاعنا شايف بنا عمل ازاي حسنوا اني اه حسنوا اني وفي نفس الوقت احنا الحقيقة عندنا كمان مشكلة في العمك الدفاع الاتنين المستكين الحقيقة اللي عاو في العمك الدفاع عندنا زكام فتحالة او حجازي والكلام ده كان في موراد غينية كمان اللي احنا الحقيقة وفقنا فيها وكسبناها اعتقد ان احنا الهدف التاني كان نقطة كافة يعني الهدف التاني هو ضرب الجزاء اساسا الحكم ما حسبهاش يعني احمد حجازي داخل يضرب اه بالزبط مش يعمل مثلا تاكلينج يطلع على الكرة فو بيلعب على الكرة لا هو دخل ذا اللعب وما في الارض بالزبط الاتنين الاتنين حقيقة يوال بيلعبه على خط واحد والاتنين الحقيقة بيتضربوا في سرعات يعني يعني لو بنجي نكلم على حجازي لعيب كويس في الكرات العالية فاتحالة نفس الحكاية لكن الحقيقة عندهم مشكلة نصص الكرة معنا هي اللعبة اه طبعا يعني احمد حجازي داخل ضرب الحمد والله الحكم ما يعني احنا كلنا التقتنا حتى المعلق هو بتكلم سكت لان عارف ان فيها ضرب الجزاء فيها ضرب الجزاء فالحكم ما حسبهاش اللعب قام وأخذ الكهرة اللعبها بالعرض في ظل النيام تام لمحمود فتح الله وأحمد حجازي هو ده اللي أنا بتكلم فيه الحقيقة المنطقة دي فيها بط جديد جدا 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 وواضح جدا لازم بيقى فيه تعامل الحقيقة من مستر برادلي أو الجهاز الفني للمنطقة دي وإحنا عندنا مشكلة الحقيقة كبيرة جدا وأنا بحمل فيها برضو للحقيقة الجهاز الفني إن إحنا ما عندناش بديل لحجازي وفتح الله يعني حتى البودلاء اللي بره مفهمش مستر يعني في حالة تعرض أي منهم للإصابة لقدر الله طبعا ما نحصلش ده هتبقى مشكلة هتلاقي بيلعب حسام في المكان دوت وحسام الحقيقة ممكن يعمل حتة الليبرو وقدامه اثنين مساكين لكن لما يكون هو واحد من الاثنين المساكين أعتقد دي بقى برضك مشكلة كبيرة جدا لحسام غالي فبالتالي إحنا عندنا برضو يمكن الحقيقة النهاردة فيه نقطة مهمة جدا فنية الحقيقة لازم نتكلم فيها إن إحنا لعبين مباراة يوم الحد اللي فات الحقيقة فيه بوزل مجهود كبير جدا 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 يعني مباراة كان فيها مجهود كبير أعتقد إن إحنا النهاردة كان مفروض إن إحنا نعمل تدوير للفرق التدوير اللي هو بيعمله الحقيقة المدربين الكبار واللي عميله مثلا برشلونة إن هو بيجي مثلا يقوم لعب 3-4 ماتشاط أو 5 ماتشاط في الدورة وبعدين يقوم عامل تدويري وجيب 3-4 العيبة يزقوهم يبقى بالتالي ما بيخسارش حيويت ونشاط فرقته ترجمة نانسي قنقر